الهجمات على العلامات التجارية للمطاعم آخر فنون المقاومة وأساليب الرد على الهجمات الأمريكية على مواقع الميليشيات فما كان من هذه الميليشيات إلا استهداف المطاعم بعد هدنتها مع القوات الأمريكية ففي الأول من شهر شباط الماضي أعلنت ميليشيا حزب الله تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية بسبب ما قالت إنه عدم رغبتها في أحراج الحكومة برئاسة السوداني لكن هذا الإعلان لم يمنع القوات الأمريكية من اغتيال القيادي البارز في الميليشيا أبو بقر الساعدي في السابع من الشهر ذاته بقصف استهدف سيارة يستقلها شرقي بغداد على إثر ذلك أوقفت ميليشيات أخرى هجماتها دون إعلان رسمي وأبرزها النجباء وسيد الشهداء وأنصار الله وجماعات أخرى قالت إنها منضوية تحت ما سمتها المقاومة في العراق ناشطون مطلعون على حراك الميليشيات ذكروا أن هدنة الميليشيات مع أمريكا يحكمها أكثر من عامل لكن بالدرجة الأساس هو التوجه الإيراني تجاه المصالح الأمريكية في هذه الفترة فمعلومون أن قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران واضحة جدا ولهذا جاءت الهدنة الناشطون أكدوا أن الهدنة تحققت بعد التدخل الإيراني المباشر ولقاء قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاءاني مع قيادات الميليشيات وقد توصلوا إلى اتفاق تهدئة لأن أمريكا يمكن أن تضغط على إيران في مجالات متعددة ولهذا اقتنى الطهران أنه ليس من مصلحتها حصول توتر كبير مع الجانب الأمريكي ارتباط الميليشيات بقوى الإطار التنسيقي المشكل لحكومة السودان دفعها إلى التهدئة لأن قادة الإطار يعلمون أن مكاسبهم السياسية لا يمكن أن تدوم بعيدا عن الدعم الأمريكي فهي تحاول بموافقة إيرانية موازنة تموضعها بين الانتماء للمشروع الإيراني والعمل تحت الغطاء الأمريكي اشتركوا في القناة